سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قد خاض المراحل الإعدادية الأخيرة استعدادا لهذه الفعالية مع الفريق البحريني وسط طموحات عالية ونظرة تفاؤلية في ظل الروح الكبيرة التي يتمتع بها الجميع والجاهزية التي حصل عليها بعد سلسلة من التجارب بالإضافة إلى الحصص الإيجابية التي ترسم مدى القدرات والإمكانيات التي يتمتع بها الفريق وتشمل بطولة الرجل الحديدي على ثلاث مراحل حيث يبدأ المشاركون أولا بالمنافسة في مرحلة السباحة لمسافة ثلاثة كيلو مترات وثمانمائة فيما ستكون مرحلة الدراجات الهوائية لمسافة مئة وثمانين كيلو متر وأخيرا مرحلة الجري لمسافة ثنين وأربعين كيلو متر وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن الفريق البحريني وصل إلى مرحلة الأعداد النهائي إلى هذه البطولة خصوصا في ظل الحصص العديدة التي خاضها أفراد الفريق في الفترة الأخيرة مشيرا سموه إلى رغبة الجميع في تحقيق مشاركة إيجابية تكون دافعا لخوض المزيد من التجارب في المستقبل القريب وتقديم الصورة المثالية في هذه الأجواء العالمية ووسط الكم الكبير من المشاركين في بطولة الرجل الحديد في جنوب أفريقيا وقال سموه أن ثمة أمال واسعة وطموحات عالية يدفعها الحماس والاندفاع لتحقيق الأهداف المرسومة التي جاء بمن أجلها الفريق مؤكدا أنه شخصيا يسعى إلى تقديم الصورة المثالية في هذه المشاركة والعمل على إنهاء البطولة في زمن يقل عن تسع ساعات من أجل ترك بصمة واضحة في هذه الاحتفالية الدولية وبيّن كم الكبير من المشاركين المحترفين والهوى وأبدى سموه الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ثقته العالية بأعضاء الفريق وبهذه المشاركة مؤكدا سموه أن هذه الثقة نابعة عن تقدير للمستوى الفني العام لأفراد الفريق والروح العالية التي يتمتعون بها ومختلف الجوانب الإيجابية المتوفرة التي تبنى رأيا عالميا عن إيجابية هذه المشاركة ولفت سموه إلى أن خوض منافسات الرجل الحديدي بجنوب أفريقيا جاءت للتأكيد على أهمية مشاركة الفريق والتواجد في مختلف البطولات الرياضية إضافة إلى الحرص على تحقيق الإنجازات الكبيرة للفريق في مثل هذه البطولات الهمة مشيرا إلى أن الفريق تدرب بصورة متميزة ومستمرة تمهيدا للمشاركة الفاعلة في البطولة صباح يوم الأحد والتي يتطلع فيها الفريق إلى تحقيق إنجاز أفضل من البطولات السابقة وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بأن الفريق لديه العزيمة والإصرار للتأكيد على مكانته مؤكدا المتتبع لسباق الرجل الحديدي يدرك قوة البطولة والتنافس الكبير على المراكز الأولى في ظل المشاركة الواسعة من قبل نخبة من المشاركين وبالتالي فإن التحضيرات والتدريبات كانت في مستوى هذا السباق من كافة النواحي والتي ستمهد الطريقة إلى تحقيق نتيجة إيجابية هذا وأجرى الفريق البحريني بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة التدريبات الأخيرة استعدادا لبطولة الرجل الحديدي في جنوب أفريقيا من خلال الحصة التدريبية في السباحة حيث بدت الجاهزية العالية بدنيا وفنيا لهذه المشاركة من خلال النتائج الطيبة في هذه التدريبات ودراسة الإمكانيات المتاحة لتحقيق أفضل النتائج باشر ما لنا شكل لنرد به يعني ثلج ثلج الماء بارد الماء جدا يعني 16 درجة حرارة طيب أسألنا كان في استفادة فنية لك الحين يعني هو الاستفادة تعرف شن الفنية اللي نعرف وجهاتنا لأن البحر الأمواج اللي بيه عالية فما تشوف النشان اللي تبغيت تمشي عليه فاحنا شنسوي ناخذ شواخص يعني مثلا في الروحة في هذاك الميناء البعيد فاحنا نطالع الكرينات نعرف أي كرين هي اللي تحت البوية لأنه وقت اللي نكون في البحر مستحيل نجوم البويات فخذنا الشواخص اللي نبغيها عشان يوم السباق ما نتعب ندور ونقعد ننطالع فوق ونشوف دربنا خلاص نمشي ونطالع بس الشاخص ونمشي عليه